اشتركوا في القناة 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 من فضل الله علينا سبحانه وتعالى ان الارثيرالجيا هي اكتر حاجة ممكن تحصل في الارثيروباسي بتاعة الانفناتوري باول وبالتالي ده مش هيحتاج مني اكتر من انانسيسك الانستيرويدال الافضل لانها انتي بروستا جلندين والبروستا جلندين مهمة جدا 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 وبالتالي ياريت تتجنبها او ياريت تمنحها خالص وفوربيدن طب هعالج الكلام ذا ازاي البيين اللي عندي ده عالجه عالجه يا سيدي بالانتي انفناتوري التانية ما انت عندك الالفا كيموترافسي ما فيهوش مشكلة وانا ما اردش ان هو بيهوش مشكلة عندك الريباريل عندك الحؤن زي الريباتون كل دي انتي انفناتوري وفي نفس الوقت ما لهاش علاقة بالكروستا جلندين ممكن تستعمل البيين كيلرز الانفناتوريكس تقول لهم ايه المشكلة لما استعمل مثلا الجامبينتين او البريجابلينز كل دول ممكن استعملهم او التراي سايكلي انتي كونفالسانت او الانتي دي بريسانت او كده كل دي انالجيسيك تريليف البين ممكن استعمل البيين وفي نفس الوقت ملهاش تأثير لان ملهاش علاقة بالبروستا جلندين زي ما قلتلكم في النمرة ثلاثة انا بتكلم عنها دلوقتي السبا كان بروسيد وملهاش دعوة خالص بالباول التريتمنت بتي النف ممكن يكون في البداية ده لو كان العيان عندك اجريسيف من الاول مع السباين يعني عيان بعد شهرين ثلاثة اربعة خمسة من الانفناتوري باول لقيته على طول عنده بياترا ساكلوريتس فانك لا ده مستناش عليه ده بيشن عنده باينفناتوري وبدأ يحصل له كومبيليكيشن في الهيب العيان الاكتر عيان ممكن يجي له كومبيليكيشن بعد الهيب هو العيان اللي عنده انفناتوري باول برضو معنديش اكسبنشن لالحاجات دي لان هو عشان قريب من البيلفيس وقريب من الركتم وقريب من الكولن الله اهلا ما عنديش ربط طيب هل استعمل البروبيوتكس برضو ما عنديش رب دي ما عنديش في غاية دلوقتي تثبت إن أنا لو وديت فلورا من عندي طبعاً بتتبعها في السوق دلوقتي هنشوف صور العلب دلوقتي العلب البروبيوتكس اللي هي مجموعة البكتيريا المفيدة زي زمان كانوا بيدوا لأولادهم الخميرة بيرة علشان دي تصلح الانتستن بتاعته إذا كان عنده فلاتشولانس أو 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 فلما ده برضو نوع من البروبيوتكس هنا لقى دلوقتي فيه كابسولات موجود فيها الانتي بريتكس دي الفلورا دي ممكن يحصل لها ريس داون بس عاماتين زي ما قلنا قبل كده المحتل الأول هو دين اللي بيأخذ المنظر مكتوب هنا عندنا برضو إن المونوارسلائيتيز بس تأكد إنه هو ميس سيبتيك طيب في نقطة مهمة جداً جداً برضو الحقيقة لازم نحطها في اعتبارنا أنا قلت إن أنا ما بعالكش الإنفلاتري طيب أنت صاح نشكرين جداً وبعدين وبعدين إنه ما ينفعش كمان عالج الأرسرايكس من غير ما عالج الباول يعني إيه؟ تعالجه أنت ولا الخير الراجل التروبيكا اللي هو اللي يعالجه هو اللي يعالجه وأنا اللي يعالجه يمش دي قضيتي أنا لا يمكن أحط إيدي في العيان كأرسروباسي غير لما أطمئن إنه حصل ريميشن وصاب سيدنس لكل الإنفلوميسة اللي في الباول ليه؟ أنا مش عارف النوع اللي عندي دوا أنا آه قسمت على قد دي مقدر زيما أبراين كامينايشن دلوقتي بيقول لي أنت قسمتنا التقسيمة دي يا جماعة فليكسابول جداً 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 مش ممكن تعالج عيان عنده أرسروباسي من غير ما تعالج الإنفلومياتوري باول يا إما تعالجها أنت يا إما تبعاتها الواحد بتاع تروبيكا اللي يعالجها يا إما أنت كان عندك القدرة مثلاً وشايفة أنها بسيطة والتقريل اللي أنت قريته كان كويس ما كانش مؤلي قوي والتقريب بتاع الكولونسخ كان هائل والسلاحي زيما بينين عامل كنترول خلاص أنت ممكن بتغطيها إنما لو أنت مش عايز تغطيها وشافة الموضوع ممكن يحتاج بتاع التروبيكا خليه يعالج هو وبعد ما يقول لك أن الجهاز الغضمي بتاعي بقى إلى حد كبير بقى كنترول وقدين بالكو هنا اللي حيبقى عندك كمية صغيرة يعني لو عندك مثلاً عشر عينين وبعدين كلهم عندهم اكتيفيت في الانفلاتور باول لو أنت عالجت العشرة والباول بتاعيهم بقت هادية جداً جداً هتلاقي التمانية دول منهم خفوا لوحدهم مش محتاجين علاج وبقى عيان أو اتنين اللي هم الاسباينال والبولي ارتيكولر هم دول اللي لسه إلى حد ما الانسرابيسي عندهم عالية وبالتالي اوعى تيجي جنب مفاصل العيان قبل ما تعالج الانفلاتور باول وتقرر حديديله إيه السلازوبايرين is more frequent to describe أكتر من الميسا سلازين ودي إن شاء الله لما أتكلم على السلازوبايرين في الآخر بإذن الله هوضح الفتئ بالاتنين إيه وليه ده بيستعمل بيستعملش إن الحقيقة برضو اللي خلاني ضغطت على الحتة دي وحبيت أوضحها قوي إن لقيت فيه روشتات بالديني ومكتوب فيها البنتازة والبنتازة ده اللي هو الميسا سلازين الميسا لنين والحقيقة يعني مش مكتوب صح فلي بيقول لي ما هو ده البديل بتاعه لا لا الميسا لنين الميسا لذين ملوش علاقة ليه علاقة طبعا من السلازوبايرين بس مش بديل ده حاجة وده حاجة وده ليينديكيشن وده إن شاء الله حيبه آخر المحاضرة بإذن الله إمتى تكتب السلازوبايرين وإمتى تكتب اللي هو فيه مصري الكوالاسالزين وفيه المتعبرة اللي هو السلازوبايرين وفيه البنتازة اللي بيضوهم أساسا بقى الإنفليلات اللي باول عشان يقللوا من الأثار الجانبية يهي الكي بوينز عشان محمد باس العدل كان بيقول لي عايزين نقط تبقى يعني تساعدنا التخاذ القرار طيب اتفقت معاكو إن أنا عايز عالج الأرثريتس وإن أنا عالج البين وإن موظمه أرثريتس برضو فيه نقطة مهمة جدا لازم تبقى وبعدين شو بقى مين حيبقى عندهم أرثريتس مهمة جدا برضو تحط السبعة ثمانية إكسترا انتستاينل اللي هما الآي واليوفياتس الجلد والإيريسيمة مع البيوديرما الليفر مع الكولانجايتس النيورولوجي الـ CNS وهكذا إذن لازم تعرف الإكسترا انتستاينل لأنه ممكن ده يحدد لك سكة العلاج يعني الآخر برضو إن شاء الله تاني لما عيني يجيلي بأرثريتس مع معها بايوديرما غير ما يكون معها إيريسيمة غير ما يكون معها يوفياتس يوفياتس لا هقوم من على المكتب وأعمل تعظيم سلام علشان أنا عندي permanent loss of vision عن طريق السينيكيا اللي ممكن تتكون فيه الإيرس أو في الانتيري يوفياتس وبالتالي العين ده أقوم له تعظيم سلام وعظمه لما يكون عنده رسيمة تز self-limiting دي عبارة عن حب الانديوريشان موجود تحت الجلد أسوأ ما فيه القلم اللي موجود عندك إنما هي مؤشر قوي جدا لك إن فيه something wrong extra intestinal واخدين بالكم وبالتالي اوعى تنسى زي ما قلتلك في الارثريتس تشوف الباول وتفكر كمان في الاكسترا intestinal أنا مش شايف حاجة ذات أهمية هنا غير بس بيقول لي إن أنا حدق البيولوجي في رمزة start لو بدأ معايا سيبيري سفونديوريتس مع MRI وفيها سيكريو اليايتس إذن للمرة التانية عشان الناس اللي عمالك جدا علينا قبل ما تعالج الارثريتس لو سمحت عالج الأول الانفرماتري باول عالج الانترايتس وبص على الاكسترا انتستاينل وحط في اعتبارك العالج اللي بتحطه يغطي الاكسترا انتستاينل يعني بالعقل كده أنا عندي قدامي أرثريتس والباول هادية وفي معاها يوفي آيتس والأرثريتس بسيطة أنا شخصيا بتكلم عن نفسي أنا لا لأ 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 هكون في منتهى العنف مع العيان ده لأن عندي vital organs وقعدين بالكو المونوكلون الانتيبودي دول اللي هو مجموعة البيولوجي كلهم مع بعض جبتهم اللي هو طبعا أهمهم هو ال tnf inhibitors وأهمهم يمكن ال infleximab هو بيقول هنا أن الدواء الوحيد اللي ما كانش دي قوة قوي اعتقد ال ثبت تراية الواحدة بس قالت ان هو ما كانش جايب نتيجة انما بقيم كلهم كانوا إلى حد ما نكحين الحقيقة تأثيره على بالنسبة للبرودي ومجموعة بتاعة الانتال يوكن 12 و23 ما كانوش نكحين الحقيقة وما جاووش النتيجة اللي احنا متوقعينها يبقى أحسن واحد لغاية دلوقتي هو المونوكلون الانتي tnf انتيبودي الوستيكوماب برضو فيلد الفونتريزوماب مع الابات اسبت برضو in effective ومنت جبتهم ليه انا جبتهم عشان الترايل اللي اتعملت يعني ما حدش يقول لي لا الاصلي فيه ادوية كتير بتنزل وبتاعت خلاص اللي اتعمل ترايل بيتكتب ان انت ما تحطوش في اعتبارك حتى لو حد قالك والله يا جماعة فيه كذا اتعملت لأ مش effective يبقى اللي حتستعمله والحقيقة نجاك اللي قاله انجا حدوية عندنا ايا فعلا المونو كلونال TNF انهيرتوس هما دول اكثرهم تأثيرا على المفاصل برضو مايج دعوة بالإنفنات ريكو سي من فاتر اللي أصحابه ادي اللي قلتلكوا عليه البروبايوتيكس وسيروياتك ليه والله معقول جدا اننا لو قدرت احط روبايوتيكس وليت احط بري بايوتيكس ده ممكن يكون اكل اكل بيشجع على تعالية الجات فلورا اللي هي المفيدة مش الهارمفول وفي زي ما نشركينا في القوارير اللي قدامكم دي دي فيها بكتيريا بكتيريا اللي هي نورمال فلورا اللي هي طبعا مش الهارمفول لا اللي هي المفيدة هل يجيب نتيجة أنا الحقيقة عندي يعني يقين كده في الطب بستعمله الحاجة اللي مش هتضر العيان الحقيقة أنا بستعملها يعني عيان جاي بيقول انا عايز اخد قرص النحل روح هيخسر ايه ايه اللي هيخسر يعني مش هيجيب نتيجة مخسرتش بس في نفس الوقت هبطل الزن بتاع العيان اصلي فيه زميلي خد قرص النحل وجاب نتيجة اصلي فيه زميلي عمل حجامة وتحسن جدا 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 اصلي فيه زميلي مش عارف عمل ايه يا عم روح ايه المشكلة يعني اعمل 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 ارس نحل اعمل اللي انت عايزه اهم حاجة ما تاخدش دو ده اللي اهم عندي ما تغير ليس سكرة العلاج بتاعتي وتحسب ني على حاجة انا اصلا مش لم يليس زمي فيها الحاجة التانية ممنوع منع عن بتن الاعشاب طب انا هستعمل مراهم زي ما انت عايزه ان شاء الله يا رب تحط نفسك في قبوة مرهم وديه نفسك كلك ما بيش مشكلة عندي اهم حاجة عندي الادوية لتخش لل جي اي تي بتاعك او تريع عن طريق الحق ده اللي مهم جدا ما تدخلوش لو دخلتهم جسمك انا غير مسؤول اي حاجة تانية اعملها جابت نتيجة متشكلين ما جابتش نتيجة انا مخصرتش طبعا بيضاف الى كده برضو الدفن في الرمل والكلام ده كله ما تمنعوش العيان ما توجعش دماغك مع العيان تقول ان هو ممكن يجيب نتيجة وممش توجد مع دماغك لي جاب نتيجة اهن وصلا ما جابش نتيجة انت مخصرتش حاجة ايه دي مارس اللي ممكن تستعملها ستأذنكم بس عشان فيه نسبة عايز تخش في وسط وانا ممكن استعمل السرابرين في حالات انفرماتري باول جزيز اه تومنتين لو العيان اديتوا بيولوجيكس وبعدين عايز تومنتين السلافي لانا قلت لك ان فيها عيانين بيحصل برلابس وتفر على مستوى الباول او على مستوى الجستر ادسينل او على مستوى الاسروباسي او على مستوى الاكستر ادسينل السرابرين تلاقى انه ممكن يعمل لك مفيد في الارثريتس مالوش دعوة بالانترايتس فلو انت عايز المفاصل هديت عندك بعلاج مثلا دالي او قوي وعايز تومنتين اللي انت حصلت عليه دون في الانتراي ممكن تعمله عن طريق الاسروبيرين طبعا السلافي ممكن يعمل نفس الكلام ده كله انا بتكلم لو العيان ان هو يتحمل الاسروبيرين بس اهم حاجة انك ما تجمعش بين الاسروبيرين مع الخمسة امينو ساليسيليك اسيد اللي هو بنسميه البنتازة ما تجمعش الاتنين مع بعض طبعا احنا ما عارفين السلفة سالازين ما بنجمعوش حتى في الروماتورية مع الاسروبيرين غالبا بنجمعو مع الفلونوميت او مع الميزو طبعا لو العيان لقدر الله عنده في في يبقى حقيقة في الحقيقة حنتاز الفلسة السلفة سالازين اتكلم عليه شوية هو الحقيقة اخر حاجة كان في المحاضرة النهار ان شاء الله هو بنعتبره طبعا من اقدم المعروفة مكتشف في التلاتينات اكتشافه كان اعتقد في السويد عن طريق عالمة سويدية و طبعا كان اول ديفيوز كونكتد كان السلفة سالازين طبعا هو يتكون من جزء اين زي ما هنشوف دلوقتي في الصورة اللي جاية جزء انتي انفلاتوري وجزء انتي مايكروبيال وممكن استعمله فيه كما اتفقنا ما تنساش ان السلفة سالازين احنا كل تركزنا فيه على ال سي بي سي وال الليكوبينيا فما ما تنساش لان دايما الجسرون بتاع السلازون بيرين العيام بيقولوا فبيحصل بدري ومبكر وتعالجوا انما اللي ممكن بتاخدش بالك منه هو الليكوبينيا اللي ممكن يعملها نتيجة نتيجة سبريشن للبون مرض الهيستوري بتاعته موجود من سنة الثمائية وثلاثين وكان اول حاجة الروماتويد وهو انتي انفرماتوري وانتي بكتيريال او انتي مايكروبيال وزا ما تشايفين كده ان لما بيخش الكولون أو بيتحول الى حكتين ازو ريداكتيز انزايم وده موجود في الكولونك بكتيريا بيقسموا الى سيف سلفا بيريدين والتاني اللي هو 5 أمينو سليسيليك أسيد الخمسة أمينو سليسيليك أسيد ده اللي هو البنتازة ده عبارة عن فقط انتي انفرماتوري وده اللي كان نزل عشان عالج به الانفرماتوري يباول نعم مش حينفع الارث ريتس وسبحان الله يعني التاني اللي هو الانتي بكتيريا اللي هو السلفا بيريدين اللي اتنين دول مع بعض يبقى الجرماتوري انما لو هتعالج الانفرماتوري في أول واحده يبقى كفية عليك اول الانتي انفرماتوري بتاع البنتازة أو الخمسة أمينو سليسيليك أسيد ينفع استعمل البنتازة في علاج الرماتوري ولا ده قلت في أول المحاضرة لا ما ينفعش لازم تعمل الكمبينيشن اللي تم اكتشافه اللي هو السلفا سالازين إنما الخمسة أمينو سليسيليك أسيد اللي بنسميه ميزالامين اللي هو البنتازة ما ينفعش إلا في علاج الانفرماتوري باول بيزيز بس تعمل السلفا سالازين في علاج الرماتوري ممكن استعماله انكمبينيشن مع الميسر وممكن استعملوا مع الليفلونومايد وممكن تستعملوا لوحده مونو سيرابي وبيصل فيه ترايلز اتعملت كذا واحدة وفيه ميتا اناليسيز قوته ممكن توصل الى مستوى الميشتريكزيت والليفلونومايد بس الحقيقة لما تعملنا بالليفلونومايد مع الثلاثوبايرين وجدت بطلت الاثنين اللي عيان بيرجع اسرع في الارثريتس والريلابس مع الثلاثة الثلاثين انما الليفلونومايد بيقعد فترة اطول يمكن عشان عنده في السيرم وبالتالي تأثيره بيقعد فترة اطول انما حقيقي حقيقي لو استعملنا الثلاثوبايرين بجرعة عالية والحقيقة برضه نلي اياه كلمة هنا وكنت اتمنى انا ما اقولهاش انه مضطرة اقوله الحقيقة ان كل الثلاثين ياولاد ضعيف وفيه ناس كتير جدا الحقيقة كانوا مشيين على السلفة الثلاثين ولما تقطع شوية اوش موجود في السوق ونقلوا على كل الثلاثين طبعا فشل فشل زريع في ان هو يعمل كنترول للروماتويت وللاسف حصل لناس كتير جدا منهم اكسيربيشن طبعا دي بتبقى مش كويسة معايا بالذات لي البنات اللي هم عايزين يخلفوا وانا بديهم سلفة الثلاثين طبعا المرض بيهجع عليهم بعد ما يكون بديهم مثلا كنترول بميسلوكزيت او بكده فالافضل لو انت هتعتمد على سلفة الثلاثين وبتعملي منت ننسوب تشيلي ده وين مهمين جدا وتقال زي المينسلوكزيت او زي الفرمايت لا استعملي احسن لمستورة عشان يقدر يغطيكي لان كل الثلاثين حقيقة ضعيف قوي وحصل فيه فشل كتير جدا عندي في العيادة من استعماله مع طبعا فرق السعر الرهيب ده بيوصل يمكن 500 جنيه في مصر الإزازة وده بيوصل حوالي 20 جنيه يعني حاجة فرق جدير جدا السورياتيك أرسولاباسي طبعا السلفة الثلاثين ثبت انه هو لتأثير انما انه يوقف الراديولوجي الحقيقة مش اكيد قوي بالنسبة للأنكلوزين كان زماني ممكن مفيش غيره بنستعمله فيه سامبينيفيت ممكن تحصل به قيل علشان تقدر تقصر من نتيجة كويسة جدا 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 لي السلفة الثلاثين مع الأنكلوزين سفونديولايتس ياريت تستعمله فيري إيرلي لو كان العيان عنده البريفرال أكتر طبعا ده ممكن يحصل في الأنكلوزين ولو كان معاه يعني بتاعه عالي جدا في الحالة دي الحقيقة السلفة الثلاثين بيجي متاج ممتازة جدا جدا أكد الكلام دوا واحد اسمه كان ده قريب جدا جدا بعد سنة 2000 وقال فعلا لما استعملناه في البريفرال من نقط أجزيال كان فيه نتيجة مرضية جدا ومحتاجناش نحن ندي بالنسبة للرياكتف طبعا كان هو الوحيد اللي موجود على أيامنا أول ما عرفتني فيه حاجة اسمها رياكتف أرث رايتس وفعلا بيعمل صغر طبعا لو العيان فشل معاك نانستيرويدل وعملت كومباينيش نانستيرويدل مع سلازو بايرين في اكتف انت كده بتعمل كونترول بسرعة جدا اللي هو طبعا لو كرونيك المنظر حيتباين بعد كده الانفرماتوري باول اتفقنا عليها ان لو العيان هتدينه سلفة سلازين وإيرلي ومع بريفرال أرثروباسي لا دفع لن نتائجه هيلة جدا إذا لو عيان عندي عنده انفرماتوري باول جزيز وعنده أرثروباسي ومعنده سيريس إكترا إنت ستاينل وعنده طايب وان اللي هو اللي يوجده ارتكولر الدرجة وقتها هيبقى سلفة سلازين هيغطي هيغطي لك الثلاث حاجات اللي انت عايزها عشان كده بقولك الاعلاج هيختلف على حسب الثلاثة ايتمز اللي احنا قلنا عليهم بالنسبة لي الثريتشارج اللي هو بتاعت الفين واثنين لغاية عمله يمكن على خمسمية وخمسين عيان جوفيناي الإنفلاماتوري أرثرايتس طب انت جبتلي دي دي الحقيقة جبتها علشان الحقيقة كان أكتر من حالة إنما يمكن أشهرهم عندي يوسف ده الحقيقة تعبني جدا إن الولد صغير جدا وكان عنده تسعة عشر سنين وطبعا ده كده قبل البي فورتي بشوية وطبعا مش عايز دود الكوتيوكس وايد معاه بضطرت دهوله بجرعات بسيطة جدا عشان ما يقصرش على الجراس عنده لأنه عندي مأساة حصلت معايا قبل كده الحقيقة في سنين سابقه كان طبعا الحمد لله ما كنتش أنا اللي سابقه فيها يعني إن فيه أطفال كتير جدا طبعا الكلام ده الحمد لله ما نشوفوش دلوقت إن إن دكاتر المطاقين إن شاء الله عليهم بقى عندهم وعي عالي جدا 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 فيه كتابة الكورتيزون بالذات فبحمل ربنا على ده إن فيه كانوا بياخدوا جرعات كبيرة للفترات وكل يوم فبيحصل استنطة جروس وعندي يمكن أربع خمس حالات في حياتي شفتهم دوارف من الكورتيزون ويعني عارفة الدموع اللي شفتها في عين بعضهم إنهم مالوش أي حل إنه هو يكبر يجي لي وعنده خمسة سنة يقول لي شوف لي أي حل إن أنا أرجع تاني أطول طبعا ده أعتقد نوحي مستحيل يعني يعني عشان كده بقول لا إن شاء الله بإذن الله تعالى الجوفنايل دوار لازم يخطي حنايته طيب مساعد واحد بيقفوا قدام العيان بياخد كورتيزون يوم بعد يوم كمية بسيطة وكان ماشي زي الفول عميستركزيت وفجأة ليفر إنزايم شوتنج طيب هل ده سنه يسمح إن أنا أدي له ليفلونامايت وأدي له أدي إيه طب من خلينا في السيف طب السلاسو بايرين ممكن يغطيه طب لو حبيت أغطيه بالسلاسو بايرين أغطي بجرع أدي إيه وهل عندك ترايل بتقول إن السلاسو بايرين ينفع في السن دوان يعمل كنترول للزيز هنشوف إجابة حالا بالوقت الدوزنج بتاعة السلفة سلازين طبعا في بعض المراجع بتكتل لغاية أربعة جرام إنما طبعا عشان تقلل السايد إفكت وعشان تقلل اللود على العيان ابدأ بقرص واحد خمسمائة ملي جرام وبعدين زور كل إزواء خمسمائة ملي جرام زي يوم لغاية ما توصل لغاية ستة في اليوم تلاتة صبح وتلاتة بالليل في بعض الناس عملوا اتنين تلات مرات في اليوم دول من عندهم فالحقيقة يعني هم مش كتير حقيقة برضو عشان برضو مقدرش أقول إنها افيدنس بالنسبة لي إنما عاكبيره كده إن هو إكسبت أوبيني يعني لأ لقيت التأثير أقل زيه تقريبا يعني مفيش فرق على الأرس رايتس إنما صايت فيك يا دكتر ليه إنت عملت إكسبوجر للدواء ثلاث مرات في اليوم كل ثمان ساعات إنما إنا بتعمله مرتين في اليوم ده بتقلل الإكسبوجر للدواء على الميكوزة في داعة الكولوم وبالتالي مرتين أفضل من ثلاثة مع نفس النتيجة على الأرس رايتس بعض الكتب بتقول إن انت ممكن تدي لغاية أربعة جرام بس الحقيقة أنا أفضل الجرعة دي مستخدش غير جوة المستشفر إنها جرعة فعلا مش قليلة أوعى تنسى إن كونكومنت هالأسمتريشن والفوليك أسيد بيدي نتائج هايلة جدا إيه العلاقة؟ إيه إيه علاقة الفوليت؟ طب يمشي مع ميش فوليك زيت لأن ميش فوليت أنتي فوليت وإنت عايز توقف الإيلة أكشان بتاعه أنا بكلمك على إفدنس بيست ميتسين لو سمحت لو ودت للعيان كل يوم قرصين فوليك أسيد 500 مايكرو جرام مع السلاج وبيارين فول دوز دا حيساع الله أعلم بقى سينجيستيك مع بعض هل بيعملوا يريق انفورس منت البعضون مع بعض الله أعلم دا بيعمل إيه دا بيعمل إيه دي مش خصتي أنا عندي إفدنس بيست ميتسين مش هتخسر حاجة يشتريك بالخمسين قرش وحيزود لك الأكشان بتاعه ومنوش أي علاقة بالسايد أفكت وممكن تخدف نفس اليوم اللي تخدف فيه لأنه منوش أي علاقة بيه الميزو بالزيت الجرياتريك طبعا نفس الجرعة بس خليك أبطأ في الإليفاشن بتاع الكريسيندو بتاع الجرعة يعني أبدأ ب500 ميلي جرام حتى لو تطلب الأمرة تدي عامة طبعا الإلدر الروماتويد أخف كتير جدا 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 من الأدلت وأخف أكتر من الاتنين من الجوفنايل وبالتالي ارفع بالراحة إنما لو العيان طبعا ليه أنا كاتب أرينا الإنسوفيشنسي لأنه كتير جدا جدا في الالد إيهش كتير منهم جدا جدا التحليل حتى بتاحهم اللي هو الكريتينين بيعني المسليدين لأنه عندهم المص الماس بتبقى ليلة جدا والتحليل بتقريبا طبيعي وهم عندهم إنسوفيشنسي أسف وبالتالي يا ريت لو سمحتوا العيان من داع الإلدر ليه اتطمن بعد إذنك على الرينال فانكشن بس مستطمنش بس بالكريتينين لأنه مش كفاية لوحده لأ شوف حاجات تانية طبعا أهمهم هيبقى الجميلة الفلتريشن ريت لو اللي قدر الله فيه إنسوفيشنسي ده محتاج منك أدجسمنت ليه الدوز لأن السلفة سالازين جزء منه بيبقى رينال وبالتالي يا ريت نعمل أدجسمنت للجرعة يمكن أهم حاجة حتكلم عليها اللي هو البيدياتريك دوزنج بتاع السلازو بايرين ابدأ من عشرة لإثناشر ونص ملي جرام بر كي جي بر دي الكلام ده كله تحت 16 سنة طبعا يعني أنا 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 بعتبر حقيقة السلسنة دي كتير قوي وبعتبره قضلت إلى حد ما فبعديله الجرعة الطبيعية إنما لغاية الكلام ده بطبقه أكتر على ودات الصويرين اللي هو سنة مثلا خمسة تمانية عشرة لما يكون قرب على البيو بيرتي أو المينارك بالتالي برفع جرعة شوية ابدأ معا بعشرة ملي جرام بر كي جي جي مثلا لو طفل عنه 30 كيلو أو 40 كيلو بتكلم في رعوية ملي جرام يعني أرس كل يوم طبعا أرس كل يوم دي ممكن توصل لمدة أسبوع العيان تحمل عندك عندك عشرة ملي جرام بر كي جي يعني أرس تاني برضو على مرتين ما تنبيعش الجرعة واحدة يعني حتى لو هتديله أرس واحد لو كان بيتقسم أفضل نتقسمه على اثنين وبالتالي انت كده ممكن تمشي على نص أرس الصبح وبالليل بعد كده بعد أسبوع لو العيان تحمل اديله مثلا أرس الصبح ونص بالليل أو العكس بعد كده ارفع أنا بتكلم عندي أنا مش بتكلم على اللي مكتوب في الكتاب أنا برفع بالراحة جدا مع الأطفال طب ما ده هياخد وقت أطول في الانباكشن يا سيدي أنا مش مشكلة عندي الانباكشن أنا بتكلم عن طفل عن 8 سنين بديله 3-4 قراس كل يوم حاجة مسهلة أبدا وأكينتوا بتعانوا من الكلام ده الميستر جيت أمره سهل جدا مرة كل أسبوع 3 قلب على تقراس أو حونة تحت الجلد واقلص إنما المشكلة كلها سلازم بينكي ميته كبيرة ومع طفل وأنا عايز جعله تاني أنا كده ولا كده لازم أرجع تاني إن شاء الله اللي ميستر الزيت فأرفع نص ونص وبعدين قرص وبعدين اثنين طبعا الكلام دون لو ما كانش كوتد لو كان كوتد حيبق صعب شوي المهم ممكن توصل بالجرعة دي للطفل اللي عدى لاربعين كيلو ممكن توصل معاه لغاية اثنين جرام بير دي طبعا أنا كاتب هنا لو ما فيش ريسفونسل لاثنين جرام على الأقل بعد تلات أسابيع ممكن ترفع الجرعة لثلاتة جرام خلاصة الكلام السلازو باينين مش كونترا انديكيت في الأطفال يقول لكم الدو بس اندر بريكوشن هتقول لي طب ليه ما أنا عندي البديل ساعات ما بنعرفش نستعمل البديل الحمد لله اللي نكلمتكم عليه اللي هو الطرين اللي نديله سلازو بيرين رجعت تاني الحمد لله للميستر الزيت عشان طبعا الكمبيلينس على العيان أسهل كتير جدا 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 رجعت له تاني بعد ما اتطمنت على الليفر بس الكريسندو بتاعي كان بطيق جدا يعني بدأت معاه بقرص واحد اثنين ونص ملي جرام بدأت أرفع بطيق جدا لخمسة لسبعة ونص وقلت لا استنى هنا شوية وعملت كومبيونيشن بقرص واحد كل يوم من السلازو بيرين طبعا الواحد بيقعد يقالف المهم انه يحصل على نتيجة العيان ما يجروز صايد افكت وقضى لعمل كنترول للمشكلة طبعا اطفالنا بتعمله كنترول هو يعملش موجود يا عملية صعبة جدا جدا الحمد لله طيب هل ايه اخبار الفرط ما احنا قلنا نسه هو ده هو المنقذ الوحيد السلازو بيرين في حالات البرغنانسي فانت على فكرة كتلسه مكلماني دكتورة حمل الترميناشن للبرغنانسي لانها ما استنتش فترة كافية بعد الليفلونامايد وطبعا الدكتور اللي هو بتاع الناس اكلمني ويبصب بعد اذنك بس اذا بطلقها الدنيا علشان الموضوع بتاع الاوفا كام واحدة وهل الموضوع اللي يعلقه بالمنستروليشن او اللي يعلقه بالاوفيوليشن وكده فالمهم يعني السلازو بيرين الحمد لله حسب الWHO محطوط في البي والسي يعني safe during pregnancy طب قبل البرغنانسي 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 هو قيل ان السلازو بيرين ممكن يؤثر شوية ويعمل لي أوليجو سبيرميا خفيفة طب دي اهميتها ايه اهميتها ان فيه كتير من السلو ناجد البيب او ميلز وفيه منهم كتير ممكن نبدا معهم السلازو بيرين وهو غاربا الاج بتاع الريبروداكشن اذا بيجيلي الشاب يقول لي التصفر دلوقتي انا حتجوز هل فيه مشكلة عندي في السلازو بيرين اقول له بص انت مدام الجواز ياريت نقل للسلازو بيرين شوية كفاية قوي نونستيرويدل انا ما عنديش الحمد لله دستركشن النوع اللي عندك هادي جدا 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 نستعمل النونستيرويدل اللي مدف مثلا شهرين 3-4-5 لغاية ان شاء الله ما يحصل الحمل وبعد كده ياريت نرجع تاني للسلازو بيرين انها في الفيمين لأ ده انت من قبل الحمل وبعد الحمل وأثناء الحمل وفي آخر الحمل ووقت الولادة ادي سلازو بيرين ما عندكش اي مشكلة معه لا في الفيلتريتي ولا التأثير على ومعينه بيكروسي البلاسنتا ويبقى المستوى في الفيتس زي الماظر بالظرر انها مفيش خوف لا على الماظر ولا على الطفل بعد كده بينزل في اللبن طبعا اذا كان ما اثرش على الفيتس فبالتأكيده مش هيأثر على النيوبورن او الشايندرون وبالتالي ما فيش خوف خالص انك تقول للمراضع بس بيقولك تحت بريكوشن معينة عشان بينزل كمية كبيرة وده ممكن يؤثر لك على الفيلورة بتاعته وبالتالي بيكروسي اوعى تنسى ان احنا نجد باكسينيشن بتاع النيومو كوكس وياهيك كمان تجد كل سنة الباكسينيشن بتاع الانفلونزا وتمنع العيان ان هو يأكل خرفيش بعد كده بالنسبة للأوتكم بتاع العيان طايب وان حقيقة زي ما انتفقنا ان هو ابن حلوه ضيب جدا 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 مش خوف طيب اتنين لا اخلي العيان قريب منك لو سفاين برضو تخلي العيان قريب منك ومحتاج اجريسفنس منك عشان تعالجه ان الاوتكم ممكن يبقى لحد ما سيء ده الالجوريتم اللي انا عملت ولكو لازم تحطه قدامك قبل ما تقرر تعالج العيان اللي بالازرق الكوحلي دوان انا كاتب فيه ايه كاتب انفلاماتوري باول ديزيز لازم تعرف هو ارسيناتف كوريتس ولا كرونز وبعد كده تعرف الاكستنت وده هنعرفه من الريبورت هل هو اكتف ولا مش اكتف ان مش هينفع اعالج ارسيناتف وفيه اكتيفتي لازم اعرف الديوريشن كل ما الديوريشن زاد كل ما استستفيلة الارسيناتف والاكستفيلة ديزيد لازم اعرف الريسبونس هو خد ايه قبل كده وجب نتيجة معه ولا ما جابشي وريفراكتوري مع مين ده الجزء بتاع الانفرماتوري باول الجزء اللي في النص اللي هو الازرق الفاتح اللي هو نوع الارسروباسي هو طيب واحد ولا كنين ولا اجزيال ولا انسروباسي الجزء التالت اللي هو الاكسترا انتستاينل هل فيه ايريسي مندوزم ولا يوبيايتس ولا كورانجايتس ولا تايو ديرما هو ده ولات الالجوريت انا الحقيقة يعني تعبتنا شوية حقيقة حاجة المرة الجاية بقى ايه نوع بقى نعمل تباديل وتوافيه لو لقينا ده مع ده مع ده نتديلوا اعلاج طب ده مع ده مع ده ده اللي احنا بنسميه الاستفاوضة جيد اشتركوا في القناة